بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد سياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن صلاة في يوم الأربعاء لقضاء الحوائج قال من صلى هذه الصلاة ناداه مناد من عند العرش يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويدفع الله تعالى عنه شدائد يوم القيامة وكتب الله تعالى له بكل ركعة عبادة ألف سنة وقضى الله تعالى له سبعين ألف حاجة أدناها المغفرة ولا يصيبه عطش ولا جوع هذه الرواية الشريفة رويت في كتاب جمال الأسبوع صفحة 141 كتاب جمال الأسبوع لآية الله السيد ابن طاوس رحمة الله عليه الصلاة ما هي صلاة يوم الأربعاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى يوم الأربعاء اثنتين عشرة ركعة كل ركعتين على حدة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة قل هو الله أحد ثلاث مرات قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات كل ركعة من الاثنين عشر ركعة في كل ركعة تقرأ ماذا؟ أولا فاتحة الكتاب مرة قل هو الله أحد ثلاث مرات وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات ثم قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات ثم تركع ثم تقف ثم تسجد وهكذا تصلي لاثنين عشر ركعة بهذه الصورة يقول النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك نادى مناد من عند العرش يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويدفع الله تعالى عنك شدائد يوم القيامة وكتب الله تعالى لك بكل ركعة عبادة ألف سنة أي أنك كأنما صليت إثنى عشر ألف سنة وقضى الله تعالى لك سبعين ألف حاجة سبعين ألف حاجة أدناها المغفرة يعني لديك بحمد الله عز وجل ولم يحدد الله سبحانه وتعالى وقال الله تعالى لك سبعين ألف حاجة هل هي من حوائج الدنيا من الآخرة فإذا باب قضاء الحوائج يكون لك مفتوح على مسراعيه في الدنيا والآخرة كذلك لا يصيبك عطش ولا جوع أي أن الله سبحانه وتعالى ينفي عنك الفقر وينفي عنك البلاء في الدنيا والآخرة لا تنسى هذه الصلاة المهمة بأنك ترجع بصحيفة أعمالك بيضاء لا ذنب فيها مطلقا والله سبحانه وتعالى يدفع عنك شدائد يوم القيامة ويقضي لك سبعين ألف حاجة إن شاء الله تعالى برنامج صباحات ولا إياه أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام